موسيقى هو احنا عندنا كلمات كده حتى النبي سمعه كلمات ما درك ان تبدأ بأيهن يعني هو عليه الصلاة والسلام ادنى مجموعة جروب من الكلمات سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قتل العظيم سيادتك ممكن تقول لا حول القتل العظيم الله أكبر سبحان الله ممكن تقول الحمد لله سبحان الله لا حول العناصر الإلمانس دي في قلب الجروب ده ممكن تبدأ بأي واحدة من دول لا يدرك بأيهن تبدأ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما كان بيقول الكلام ده كان بيخاطب أمة تعي ما يقول ومن هذا الوعي أن هناك كلمات أو كل كلمات اللغة واللغات بيبقالها وضع معجمي بيسموه وعلماء أصول اللغة الكلمة لما وضعت له في السياق معين يعني لا حتى في معناها كمفرضة هو في السياق فعلا بس أنا يعني أنت حطت كوب على ده حاطت قلم كلمة قلم على ده فلما تستعمل كلمة قلم على ده مش حتيجي ما يفعش مش حتيجي مش حتيجي هو اللي احنا بنعمله بالزبط ان احنا نستعمل زي كلمة قلم بنقول أدي قلمي ودي كراستي يا عم دي واردة وفي الآخر ننسى الكوب فالدنيا تطلقبطه اللغة تطلقبطه الأفكار تطلقبطه والدنيا تبقى منهلة بستين مليون نيلة ده في رأيي وفي تصوري فهو قال قولوا العبارات دي يعني أنا نفسي أشوف مسلم زي ما حضرتك بتقول كده يقول اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وممكن يقول لأخوه صلي على النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقول اللهم صلي على اعتبار أن احنا بنتواصى بالحق ومعنى نتواصى يعني يوصي بعضنا بعضا يعني ما فيش مشكلة أن أقول لحضرتك صلي على النبي بمعنى إيه بقى بمعنى قول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد أو سيدنا يا عمي عشان نفسي تكتبها برتاحة لأنين صح هي نازم تبدأها آه يعني في نفس تقولها على أساس أنك إهدى صلي على النبي وإهدى ينفع بقى الكلام ده ينفع بقى الكلام ده ما ينفعش اشتركوا في القناة